أنا عارف نهارك من جاردن سيتي ذكرياتك في جاردن سيتي وأيام زمان والذكريات الجميلة أحكي لنا عنها ذكريات جميلة ويعايز أقول عمري عمري كله كان الحياة في جاردن سيتي طبعا أنا لغاية دلوقتي الحقيقة لما بيكون عندي شغل أو زيارات لمواقع ثقافية في المنطقة في شرع الأصل العيني، مصرح السلام أو في أصل السينما في جاردن سيتي إيه المواقف بقى؟ ممكن تفتكريها لا كتير كتير الحقيقة يعني أنا بالنسبة لي خريطة جاردن سيتي هي بص حضرتك كان عندي خارطين في حياتي منقوشين عندي خريطة جاردن سيتي الحقيقة وخريطة باريس المترو في باريس هلسه جايين لموضوع باريس فكان يعني بالنسبة لي أنا الشوارع يعني حفظها طبعا في جاردن سيتي لأنه كل شارع كان له ليه صديقة جزء من قصرتي كان موجود أيضا في جاردن سيتي غير إحنا بيتنا يعني فطبعا طفولتي وحياتي كلها شوارعها الجميلة شجر الفل والياسمين اللي إحنا كنا يعني بنمشي وكان يقع علينا بعالي الوزيرة في أكيد موقف كده مش هتقدرية تنسيه بعد يعني من أيام التفولة ومن أيام الزمن الجميل أيام زكريات جاردن سيتي أكيد عزبطالي دايما كده ببالك بتفتكتيه كل ما تروحي جاردن سيتي دي حقيقة الحقيقة إحنا البيت بتاعنا كان يعني لازق نقدر نقول في عمارة الفنانة ليلة مراد أي اللي كانت بتملكها مش اللي سكنت فيها أوكي كان في جمال الدين أبو المحاسن العمارة دي كانت مليانة فنانين كان فيها الفنان محمد رجي كان فيها الفنانة أحلام وفترة كان فيها الفنان محمد الموجي فالطفولة عندي مرتبطة طبعا بالفن بالفن لأن احنا طبعا كلنا نعلم أن كانت الأسر المصرية لازم يومها بيبقى في فترة البلكونة والشاي في البلكونة وقعدة البلكونة والتجميع دي وكانت البلكونات كلها بتبقى مقابلة لبعضها فكنت بنقعد بنسمع الغنى هنا ونتكلم هنا يعني الحوارات كانت بتتم من البلكونات زمان فطبعا دي كانت بالنسبة لي لا يمكن يعني في صورة لا يمكن أن أقدر أن أنا أنساها الحقيقة زي طبعا التزاور بقى اللي كان بيتم في البيوت ستكون خلال مقابلة لدفعات جمعها